على ذكر الإدارة يعني أنت قلت بأن الاتحاد الوطني الكردستاني يقول بأنه أبوابه مفتوحة ولكن مع هذا لديه شرط التمسك بمرشحه لرئاسة الجمهورية طب بالمقابل هناك من يقول أن الديمقراط الكردستاني أيضا لديه شروط أنه متمسك برئاسة أقليم كردستان هل لديكم استعداد على سبيل المثال وليس الحصر هل لديكم استعداد على التخلي عن رئاسة أقليم كردستان وليس حكومة أقليم كردستان وأنه ما منصب رئيس أقليم كردستان لصالح الاتحاد الوطني شوف أنا أريد هنا النقاط تكون واضحة للجمهور طبعا أنت تتكلم بذلك لغة كوادر الديمقراطية للاتحاد الوطني منصب رئيس الأقليم ليس منصبا بالمناسبة عذرا عذرا سيدة عبد السلام أنا لا أتحدث عن لسان أحد أنا أنقل وجهات نظر ليس إلا بما أنه الآن ما فيه موجود معاك من الاتحاد حتى يحاورك أنا علي أن أنقل وجهات النظر وبالتالي نسمع الردود حبيبي ما فهمتني خطأ أنا قلت هذه هي اللغة التي يتكلم بها أعضاء الاتحاد الوطني هم يشيرون إلى مسألة إلى رئيس الأقليم وإلى مجلس الوزراء خليني أشرح النقطة في قانون قانون رقم واحد لسنة 2005 رئيس الجمهورية رئيس الأقليم ينتخب وهو ليس نتيجة اتفاق إذا تمكن الاتحاد الوطني أن يطرح مرشحا وهذا حدث في 2009 كان هناك ستة مرشحين يعني ليس نتيجة اتفاق رئيس الأقليم ينتخب في برلمان كردستان وأي واحد لكذير رشح نفسه رئيس الوزراء أيضا عندنا قانوننا أوضح من قانون الدستور نقول القائمة الفائزة هي التي تتولى تشكيل الحكومة وعليها أن تحصل على نصف زائد واحد داخل البرلمان الديمقراط الكردستاني عندها وزنة في البرلمان ونحن كفائزين في الانتخابات اتفقنا مع الاتحاد الوطني أن نعطيهم رئاسة البرلمان الاتحاد الوطني عنده نائب رئيس وزراء عنده نائب رئيس الأقليم عنده رئيس برلمان عنده خمس وزراء في الوقت اللي عدد كراسيه هو نصف عدد كراسي الديمقراطي الديمقراطي عنده سبع وزارات هم عندهم خمس وزارات موضوع رئيس الجمهورية كان هناك اتفاق في 2007 هذا الاتفاق الاتحاد الوطني نفسه طلع منه عندما نزل في 2014 بقائمة موحدة وأي حركة التغيير في تغيير انتخاب رئيس الأقليم مواشرة إلى برلمان بمعنى ما يقال دائما بأن رئيس الجمهورية هو مقابل رئيس الأقليم لا أساس له لأن هذا الاتفاق لم يعد موجودا نحن نقول رئيس الأقليم نحن لسا متمسكين بأحد نحن نقول رئيس الجمهورية بحسب العرف السائد في العراق من حصة الكرد الاتحاد الوطني يقول لا يقول من حصة الاتحاد الوطني هذا الخلاف الأول الشي الثاني نحن دعونا والأحزاب الكردستان الأخرى دعونا إلى أن نجتمع على الأقل الأحزاب الممثلة في مجلس النواب تجتمع ولي يكون هناك أكثر من مرشح وليتفقوا على مرشح لا يرفض من قبل جهة الاتحاد الوطني رفض ذلك وأصر على أنه يجب على الجميع القبول بمرشحه كان هذا هو السبب في أن أكثر من مرشح واحد كردي مشاركة لها مناعتك الثمانية أو تسعة لذلك أولا هذه مو هي النقطة الرئيسية للمدبحة الثلاثة التي أشار إلى رئيس الأقليم بأنه تبشر بوجود أرضية هي أن الأقليم يواجه تحديات قرارات المحكمة الاتحادية تهدد الأقليم بقطع رزقه بينما حكومة الاتحادية لا تصرف الميزانية هناك ضرب الصواريخ هناك مسألة الخلاف على قانون الانتخابات هناك مشكلة توزيع الرواتب في السليمانية هناك خلاف على واردات الحدود وهناك جو متشنج في كردستان هذا كله يطلب لقاءات واتفاق على تهديئة الأوضاع بعدها تأتي مسألة رئيس الجمهورية وأوكررها مرة أخرى ما يشاعن وجود خلاف داخل البيت الكردي لا يشبه ما موجود داخل البيت الشيء نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر